ورغم ألم جهاز الحكيم المسبق بانقلاب 17 تموز سنة 68 كما يقول السيد مهد الحكيم إلا أن السيد الحكيم نفسه لم يقم بفعل أي شيء لمقاومة الانقلاب لا من قبل ولا من بعد نتيجة لشعوره كما يقول السيد مهد الحكيم نتيجة لشعوره بعدم إمكانية المقاومة يقول إننا لم نستطع أن نعمل شيئا لأننا لم نكن نملك إمكانية يعني كان في حالة ضعف شعور بالضعف عند قوة كان الحكيم عند قوة شعبية ولكن عند شعور بالضعف قضت على تلك القوة وكان لأزمة شط العرب التي نشبت بين العراق وإيران نتيجة الغاء طهران لمعاهدة 1937 الحدودية بين العراق وإيران في 27 نيسان 1969 ألغاها الشع هذه الأزمة كان لها دور كبير على الحوز الألمي في النجف حيث طلبت الحكومة العراقية من الحكيم الدعم لها والتوسط لدى الشع من أجل تسوية الخلاف بين الدولتين ولكن الحكيم الذي كان يرى نفسه مرجعا أعلى للشيعة في العالم فضل البقاء على الحياد فوق الصراعات الإقليمية والقومية ورفض التوسط أو التورط في القضايا السياسية المتغيرة إلا من أجل إيقاف إراقة الدماء كان يعتقد هكذا فقامت الحكومة العراقية بحملات لتهجير الإيرانيين من مدن العتبات المقدسة في العراق كعملية ضغط على الحوزة والمرجعية وهذا ما دفع بسيد محسن الحكيم ليقيم مهرجان احتجاج كبير في صحن الإمام علي بن نجف في ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في 28 صفر المصادف 14 أيار 1969 وينتقد بشدة النظام البعثي وحملات التهجير والتضييق على الحوزة أو محاولة الزج بها في الصراعات الإقليمية وهنا صعد الحكيم من مجابهته للنظام وذلك بالسفر إلى بغداد في محاولة للإحتجاج كما كان يفعل في هكذا ظروف حيث دعبت الوفود الشعبية بالتقاطر على محل إقامته وإعلان تأييدها له من كل أنحاء العراق وحاولت السلطة البعثية الجديدة التفاوض معه ولكنها فشلت في تليين موقفه وفي تسعة حزيران 1969 ظهر على شاشة التلفزيون ضابط متقاعد معتقل هو مدحة الحاج السري ليكشف عن مؤامرة مزعومة للإطاحة بالنظام ويتهم السيد مهدي الحكيم بالعمل لحساب إيران والبرزاني سيد مصطفى البرزاني وفي أعقاب ذلك الاتهام اقتحمت قوات السلطة البعثية مقر إقامة السيد محسن الحكيم في بغداد ثم أخذته عنوة وأرسلته إلى بيتي في الكوفة ثم انتقل إلى رحمة الله في الثاني من أيار سنة 1970 هذه كانت مرجعية السيد محسن الحكيم باختصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف نتحدث في حلقة قادمة عن مرجعية السيد الخوي ترجمة نانسي قنقر